صار واضحا من أنني وصفتهم بالحميري استنادا إلى كتاب الله وهذا المطلب تحدثت عنه كرارا ومرارا لا أريد أن أطيل الوقوف عنده أذهب إلى المقطع الثاني من الرسالة ولكن يا شيخ هل تعلم بأن منهجية هؤلاء كانت سببا بهداية ملايين السنة هذا كنت أعلمه حينما كنت دقييا ولكن بعد أن عرفت الحقيقة فإن المخالفين الذين صاروا شيعة انتقلوا من المذهب المالكي مثلا إلى المذهب الطوسي ولم ينتقلوا إلى دين محمد وأهل محمد مثلما ينتقلون إلى مذهب أبي حنيفة فأية هداية هذه ولكن يا شيخ هل تعلم قلت لك أخاطب صاحب الرسالة هكذا كنت أعتقد عندما كنت ديخيا ولكن بعد أن عرفت الأمر فإنني أدركت من أن السنية الذي صار شيعيا انتقل من المذهب المالكي مثلا إلى المذهب الشافعي الطوسي من القسم الطوسي ولكن يا شيخ هل تعلموا بأن منهجية هؤلاء كانت سببا بهداية ملايين السنة عبر القرون وتم تحويلهم من المذاحب الأخرى إلى مذهب الحق هذا الكلام دليل على ضلالك أخاطب كاتب الرسالة لأنك تساوي بين دين محمد وأهل محمد والآخرين هذا هو منطق الضلال عند حوزة الطوسي حينما تجعل للدين أصولا تشترك فيها كل المذاهب وتجعل لكل مذهب أصولا خاصة به وعلى هذا يقولون المذاهب الأخرى والمذهب الحق وفقا لهذه النظرية الضالة التي حكمها الكفر بحسب الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة هكذا تقول الآية السابعة والستون من سورة المائدة هكذا تقول الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هناك بيعة الغدير وهي الدين وانتهينا وغيره بيعة الغدير الكفر فهذه نظرية كافرة من أنه تحول من المذاهب الأخرى إلى مذهب الحق هذا هو ضلال مراجع النجاف أن يساو بين المذاهب في أصول الدين ويفرق فيما بينها بأصول المذاهب القرآن يرفض هذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هناك الغدير وهناك الكفر ولا يوجد شيء آخر الآية صريحة وواضحة جدا أما منهج مراجع حوزة النجف وكربلاء فهو منهج الكفر والنصب والضلال بحسب الآية لكنني أنا لا أصفهم بهذه الأوصاف وإنما أصفهم بأنهم حمير لا يدركون قيمة القرآن ولا يدركون قيمة الغدير وذهبوا وأسسوا هذا التأسيس العقائدي من أن الدين يشتمل على مذاهب ومن أن المذاهب تشترك في أصول الدين ولكن كل مذهب له أصوله فإذا منتقل شخص من هذا المذهب إلى المذهب الآخر لابد أن يعرض عن أصول المذهب السابق وأن يتمسك بأصول المذهب الجديد بالضبط كالانتقال من المذهب الحنفي إلى المذهب الحنبلي فهذا هو الذي يجري في الوسط الشيعي لا أخفي عليك وهذه حقائق لي علاقات واسعة بالكثيرين من الذين تشيعوا من البلدان العربية وغير البلدان العربية وهم يسمعونني الآن هناك العديد منهم في بلجيكا والعديد منهم في فرنسا والعديد منهم في ألمانيا والعديد منهم في السويد وفي دول أخرى يسمعونني الآن هم قالوا ويقولون لما تشيعنا وجدنا التشيع الذي في الحسينيات والمراكز هو التسنن الذي كنا عليه بتغيير بسيط ولكننا عرفنا التشيع بعد أن استمعنا إلى برامجك وإلى أحاديثك هم يسمعونني الآن هكذا يقولون لي من أننا خرجنا من التسنن من الباب وأرجعنا مراجع النجث وكربلاء إليه من الشباك وأتحدث عن الذين ذهبوا إلى الحوزات ودرسوا وأتحدث عن الذين يمتلكون ثقافة دينية واسعة في الجو السن في قوم فعينما أخبروا المراجع من أنهم كانوا سنة وتشيعوا وحق هذا القرآن هكذا أخبروني وحق هذا القرآن من أن المراجع قالوا لهم لماذا تعولتم إلى التشيع أنتم على حاق التسن على حاق ولكن عندكم مشكلة أن ترتبوا أمركم في علاقتكم مع العترة الطاهرة فقط مع العترة وإلا فابقوا على تسننكم لماذا غيرتم صلاتكم وحق هذا القرآن وأنا لا أتحدث عن شخص أو شخصين وهذا الكلام موجود في بيان السيستاني نفسه حينما كانوا يحدثون ني بأحاديثهم هذه ما كنت أذكر هذا الكلام وإن كنت أصدقهم أصدقهم وأنا أعرف مراجع الشيعة طائح ومهتلي أعرفهم أنا أعرفهم طائح أحظهم وهتلي سرسري أعرفهم لكن الشيعة الذين أحدثهم لن يصدقوا كلامي هذا بيان للسيستاني من لسانه ليس على الورق خطاب من لسانه طبع في هذه المطبوعة هذه المطبوعة من إصدارات مكتب إمام جمعة النجف الأشرف إصدارات مكتب إمام جمعة النجف الأشرف عنوان هذا الإصدار الملتقى الوطني الأول لعلماء السنة والشيعة في العراق النجف الأشرف هذه صورة السستاني في البداية وبعد ذلك يأتي حديثه الذي الذي هو من لسانه كان حديثا مع الذين حضروا في هذا المؤتمر تأريخ المؤتمر متى المؤتمر عقد على قاعة الحسينية الفاطمية الكبرى في النجف الأشرف للفترة من ستة وعشرين اهدعاش ولغاية سبعة وعشرين اهدعاش الفين وسبعة ميلاد ليس هناك من ضرورة للتقية الفين وسبعة ميلاد الحكومة بيد السستاني ماذا يقول السستاني يقول لهؤلاء الذين جاءوا لزيارته الى بيته من الذين عقدوا المؤتمر هكذا يقول حين يقول لي بعض ابناء السنة ايام النظام السابق انه اصبح من الشيعة اسأله لماذا اذا كان هناك من احتمال لكلامه في زمان صدام هناك احتمال تقية الفين وسبعة لماذا يفتخر به هو يفتخر به الان ويقرره وبالمناسبة لقد قال هذا الكلام للعديد من السنة الذين زاروه الذين قلت لكم قبل قليل وهم اخبروني بذلك واقسمت بالقرآن على ما قلت هذا هو بيانه بيان اهسستاني حين يقول لي بعض ابناء السنة ايام النظام السابق انه اصبح من الشيعة اسأله لماذا فيقول لولاية اهل البيت عليهم السلام فاقول ان ائمة السنة دافعوا عن ولاية اهل البيت يعني لماذا صرت تشريعية لماذا صرت تشريعية هذا هو منطق اسستاني هذا الكلام من لسانه ليس بيانا مكتوبا وهذا الاصدار من اصدارات مكتب امام جمعة النجل فانا اقول لكاتب الرسالة هذه عن اي هداية هؤلاء السنة الذين صاروا شيعة صاروا شوافع الا يقول الشيعة من ان الشوافع يشبهون نا غبران غبران نحن نشبه الشوافع لاننا شوافع اصل ديننا جافعي وليس الشوافع هم الذين يشبهون نا نحن نشبه الشوافع في تفسير القرآن وقراءة القرآن وفي احكام الصلاة وفي العقائد وفي كل ديننا نحن شوافع بسبب الطوس وبسبب الحمير من المراجع الذين جاءوا من بعده وإلى اليوم لا زالوا حميران هذا هو الواقع بالله عليكم هذا منطق شيعيا هذا منطق شيعيا والأنكى من هذا ماذا يقول السستاني ماذا يقول في نفس البيان يقول الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر بالله عليكم هذا كلام شيعيا القرآن ماذا يقول هذا القرآن قرأت عليكم الآية قبل قليل إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فهل هذا التبليغ محصور بزمان معين هذا المرجع كيف يفهم خلافة رسول الله كيف يفهمها لا أدري كيف يفهمها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هذا تبليغ مستمر إلى يوم القيامة وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين أنا أسألك يا صاحب الرسالة حينما يقول السستاني هكذا الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر حيث ليس هو اليوم محل الإبتلاء هذا المنطق ينسجم مع القرآن ماذا تقول أنت أعود بك إلى سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار ينطبق هذا على السستاني أو لا لأنه حمل القرآن ولم يفقه أما إذا أردت أن تقول من أنه يفقه القرآن ولا يعمل به هذه قضية أخرى أنا ما قلت هكذا قلت عن المراجع من أنهم حملوا القرآن ولم يفقه لأنهم حمير أما إذا أراد قائل أن يقول من أنهم حملوا القرآن وفقهوه ولكنهم ما عملوا به هؤلاء أنجاز لعناء يجب لعنهم وتجب البراءة منهم أي مراجع هؤلاء وهم يعادون أهل البيت لكنني ما قلت هذا قلت هؤلاء حمير لا يفقهون القرآن هؤلاء هؤلاء سفهاء لم يدركوا قيمة بيعة الغدير ونقضوها وتركوا مواثيقها وذهبوا إلى النواصب وجاءونا بدين النواصب فهؤلاء حمير هكذا قلت عنه فهل الحمير يهدون السنة إلى دين محمد وآل محمد إنهم يهدونهم إلى دين الحمير إلى دين الطوص هذا هو الذي فعله فأيته ملايين هذه التي اهتدت إلى دين الحق أي حق هذا هذا حق الحمير هكذا يقول السيستاني الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر ما هم كلهم يقولون هذا الكلام حيث ليس هو اليوم محل الابتلا هذا المنطق ينسجم مع كلامه هنا وهو يمدح الإمام أحمد بن حنب هذا الذي لم يأكل البطيخ كان يأكل بس خيار خيار يجوز يأكل تفاح ما أدري يسوي زلاطة خيار وطماطة طماطة ما كانت موجودة بعدين اجت الطماطة يسوي يسوي أخيار وبصر الإمام أحمد بن حنبال السستاني يقول هو الذي جعل اعتبار الإمام علي بن أبي طالب خليفة رابعا أمرا رسميا ما هذا كفر بحسب بيعة الغدير بحسب بيعة الغدير إن الله لا يهدي القوم الكافرين والسستاني يعده منقبة نفس هذا التفكير هو الذي يتحدث عنه هنا الخلاف في موضع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر وهذا المنطق ليس خاصا بالسستاني هذا منطق أكثرهم إن لم يكونوا جميعا بأجمعه ولكن كل واحد يعبر عنه بالطريقة التي يراها مناسبة للتستر على حاله ووضعه ولكن يا شيخ هل تعلم بأن منهجية هؤلاء كانت سببا بهداية ملايين السنة سببا لهداية ملايين السنة عبر القرون وتم تحويلهم من المذاهب الأخرى إلى مذهب الحمير بالإضافة هو كتبها إلى مذهب الحق بالإضافة إلى أن مؤلفاتهم مؤلفات الناصبية قذرة ينتقصون فيها من محمد وآل محمد وينسبون القبائح إليهم أيها مؤلفات هذه بالإضافة إلى أن مؤلفاتهم قد بلغت المشرق والمغرب لا أدري عن أي مشرق وعن أي مغرب قد بلغت إليه هذه المؤلفات من الذي يقرأها الشيعة أساسا يقرؤونها المرجع ماذا يكتب يكتب رسالة عملية الشيعة لا يفهمونها إذا ما قرأوها هذا هو الذي يكتبونه والكتب التي ألفوها ألفوها في الطهارة والنجاسة ومن أن البول نجس ومن أن الغائط نجس ويأتي من بعده آخر يكون مجددا ومحققا ولا أدري ماذا جدد لنا هل اكتشف لنا مثلا نوعا جديدا من البول أو أوجد لنا مثلا غائطا من دون رائحة ما هو التجديد الذي جددوه لنا ثولان أغبياء واحد ينقل من الثاني وهم راكضون وراء النواصل ويضحكون على الشيعة يسرقون أموالهم باسم صاحب الزمان وهم لا يعرفون شيئا عن صاحب الزمان وأتحداهم أتحداهم جميعا أن يخرجوا على شاشات التلفزيون أتحدى المراجعة أتحدى آيات الله العظمى أن يحدثوا الشيعة عن إمام زمانهم لعدهم شنو شغلهم شي سوو بس يحسبون فلوس مهم أن هو صاحب الزمان ليش ما يطلع كل واحد من عدهم أسبوعيا شهريا فصليا سنويا في العمر مرة ولو مر واحدة في العمر فليخرج علينا أهسستان كي يحدثنا عن إمام زماننا مهو نائب الإمام راح يموت راح يولي وما تحدث في يوم من الأيام إلى الشيعة بحديث عن هذا الذي ينوب عنه والحسين لو أن سنستان يظهر على التلفزيون ويتحدث للشيعة فإن الشيعة ستضحك عليه لهذا السبب هو لا يخرج كي يتحدث إلى الشيعة لأنه مسقرة مسقرة لو كان قادرا أن يتحدث عن صاحب الزمان لساعة واحدة لخرج وتحدث إلى الناس وهذا الأمر ليس خاصا به الساكتون كحاله والمتكلمون ما هم مسخرة يضحك عليهم الوهابيون ما هذا هو الواقع الموجود عندنا وقد عردت ما عردت من جهلهم كجهل إسحاق الفياض وجهل كمال الحيدري وجهل الإيروان بإمام زمانهم وعردت ذلك بالوثائق وبالفيديوات وبالتسجيلات الصوتية وكل هذا موجود على الشبكة العنكبوتية ولكن يا شيخ هل تعلم بأن منهجية هؤلاء كانت سببا لهداية ملايين السنة عبر القرون وتم تحويلهم من المذاهب الأخرى إلى مذهب الحق بالإضافة إلى أن مؤلفاتهم قد بلغت المشرق والمغرب بما ينتفع به الناس فضلا عن هدايتهم وقد اهتدى كثير من الناس على أيديهم وقد ضل كثير من الناس على أيديهم إمامنا الصادق في رواية التخليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه إذا كانوا مضللين للشيعة فكيف يهدون المخالفين أيه منطق هذا هذا حديث صادق وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وإذا أردتم أن تقولوا من أن هناك من المراجع على ضلال جيد هذا أخبرونا منهم من هم هؤلاء ما كل المراجع على منهج واحد أخبرونا من هم الصالحون ومن هم الطالحون لا يوجد صالحون لا يوجد صالحون لا توجد قلة صالحة مثل ما حدثنا إمامنا الصادق من أن الصالحين قلة بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم لابد أن يتميز عن الباقي أرشدوني إلى مجموعة من مراجع الشيعة لها منهج تتميز به عن الآخرين حتى نقول إما أن هؤلاء ضلال أو أن هؤلاء على هدى جميع المراجع في حوزة النجف وكربلاء على منهج واحد إنه منهج الطوس جميعهم على هذا المنهج إذن هذا الذم الشديد للأكثرية المتكاثرة من مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أين نطبقه في أي مكان الروايات صريحة وواضحة في ذلك ثم يقول صاحب الرسالة ألا يكون ذلك دليلا على ورائهم إذا كانت هناك هداية أين هي الهداية ثبت العرش وبعد ذلك انقش عليه الهداية أين هي ما هم أضلوا الشيعة وإذا كان هناك من سني هو بنفسه خرج من مذهبه إلى مذهب هؤلاء المراجع خرج من مذهب حنفي أو مالكي ودخل في مذهب طوسي خوعي سيستاني ليس إلا خرج من ضلال ودخل في ضلال ألا يكون ذلك دليلا على ورائهم وتقواهم وإخلاصهم لدين محمد وآل محمد هم ماذا أبقوا من دين محمد وآل محمد حتى يكون ذلك دليلا على إخلاصهم لهذا الدين دمروا هذا الدين لم يبقوا له من باقية نذهب إلى فاصل ثم تستمر الرسالة فتقول وإذا قصروا هم بشيء بسبب قصور في ثقافة عصرهم أو بسبب فقدانهم للمصادر التي أتيحت لهم آنذاك بالقياس مع عصرنا ألا يكون نوع من الظلم بتسقيطهم والنيل منهم المطالب التي تحدثت عنها ولازلت أتحدث عنها هي من كتبهم من نفس كتبهم وليس من مصادر لم تكن متوفرة في زمانهم في زمانهم إنني أتحدث من كتبهم من كتبهم ومصادر كتبهم تلك كانت موجودة أنا لا أتحدث عن شيء هم بسبب فقدان المصدر أخطأ التقدير أو أساء في الاعتقاد أو خرجوا عن جادة الصواب فيما قالوا أنا أتحدث عن القرآن وعن تفسيره فهل القرآن مصدر مفقود أنا أتحدث عن الأحاديث التفسيرية التي هم جمعوها أيام الغيبة الأولى وبقيت كتب الحديث التي جمعت أيام الغيبة الأولى موجودة متوفرة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى الآن وهم أعرضوا عنها وتركوها هذا الكلام من كلام المعممين من أنه لم تكن هناك مصادر الحديث ليس هكذا الضلال منتشر في كل الدين نحن لا نتحدث عن مسألة واحدة وربما لم يجدوا المصدر الذي ينتفعون منه في تلك المسألة أنا أتحدث عن العقيدة بكل تفاصيلها وأتحدث عن القرآن بكل تفسيره وأتحدث عن معارف أثل البيت الموجودة في الروايات المتوفرة عند الشيعة على طول العصور أنا لا أتحدث عن شيء لم يكن مصدره موجودا هذا الهراء يضحك به على الشيعة وأنا أقول لصاحب الرسالة إما أن تضحك على نفسك بهذا الكلام وإما أنهم ضحكوا عليك بهذا الكلام هذا الكلام لا يضحك به عليه هذا يضحك به على البغال على الحمير على الأبقار والثيران أنا قد أعتقت نفسي من حديقة الحيوانات هذه قطعا بقدر ما أستطيع بقدر ما أستطيع رجاء أتحف صاحب الرسالة بالوثيقة الديخية وأتحفوني معه ما رد أجيب الأسماء راحت قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قد لنا أخر بابل ما توصل للنوبة إليها قال توصل أطمئنن تركبهم يعني بش إيش يعلم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلاق قبل خمس سنة قال لي مستعجب مش دارها قولها تركب يعني يا رابا أغام ميش 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 ديخ عربي ديخ ديخ ونس عباس كنا على تفاو وكلكم تعريفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عربي قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومش ميش ميش الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة عن الكافي أنا أتحدث عن الزيارات والأجعية هذه موجودة عند الشيعة على طول تأريخهم مراجع النجف وكربلاء تغوطوا في كل ذلك تغوطوا في الدين من أوله إلى آخره هذا هو الذي أتحدث عن أأخذ لكم السيستاني مثالا هذا الكتاب بحوث في علم الرجال لصديق السيستاني ولزميله ولمباحثه لأحد المراجع من تلامذة الخوع محمد آصف المحسني بحوث في علم الرجال هذه الطبعة طبعة مركز المصطفى إنها الطبعة الثانية ألف أربعمية أو ستة وثلاثين هجري قمري قموا المقدسة أصف محسني وهو صديق السيستاني وهو صديق السيستاني أحد الفضلاء يحدثني نقلا عن أصف محسني أصف محسني كان في النجف توفي الآن كان في النجف قبل سنة ودعاه السيستاني إلى وليمة في بيته أصف محسني يحدث هذا الشيخ الذي حدثني فاستجاب لدعوة السيستاني هو صديقه وزميله وكان في النجف ودعاه السيستاني إلى وليمة في بيته فذهب إلى بيت السيستاني محمد رضا السيستاني ناقشه في مسألة بخصوص كتبه معروف أصف محسني أنكر أكثر حديث أهل البيت وهو يقول إنما فعلت ذلك وفقا لمنهج أستاذ الخوئ بحار الأنوار مية وعشر جز أبقى منه ثلاثة أجزاء فقط من مية وعشر تحول بحار الأنوار إلى ثلاثة أجزاء على أي حال أنا لا أريد أن أتحدث عن قذارة هذا الرجل التي فعلها بحديث أهل البيت والسيستاني أقدر من في التعامل مع حديث أهل البيت محمد رضا السيستاني كان يناقش أصف محسني بمحضر أبي السيستاني الأب يقول لولده يقول له إنما يذهب إليه آصف محسني أنا أذهب إليه أنا أتفق معه بالتمام والكمال في مسألة تضعيف أحاديث أهل البيت هنا آصف محسني وهو يتحدث عن مزاملته ومباحثته ومدارسته للأحاديث والرجال مع السيستاني صفحة أربعة وخمسين ويذكر كلاما للسيستاني أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل الموضوع لكنه هو هو آصف محسني هذا الذي أحرق حديث أهل البيت ودمر دين أهل البيت مات الآن انتقل إلى مصيره هو يقول عن السيستاني متعجبا من رأيه في تضعيف الروايات في تضعيف الروايات آصف محسني يتعجب من رأي السيستاني في تضعيف الروايات في صفحة خمسة وخمسين يقول ولعله لم يخطر هذا الذي ببال السيستاني ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء هذا الأسلوب الذي يضعف به الأحاديث ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل سوى أسستاني فكروا معي فكروا معي آصف محسني محرقة حديث أهل البيت مدمر حديث أهل البيت وهو طبق برنامج الخوئي آصف محسني أتلف وأنكر وسخف أكثر من خمسة وتسعين بالمئة من حديث أهل البيت وهو يتعجب من السيستاني ومن منهجه في تضعيف الحديث يعترض عليه يقول ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل في الحاشية يقول محمد باقر الصدر يتفق معه في هذا المنهج في الحاشية صفحة خمسة وخمسين وفعلا كما يقول لأن محمد باقر الصدر دمر حديث أهل البيت بحسب منهجه منهج قطبيه قدر هذه كتبه هذا كلامه وهذا زميله ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل في الحاشية يقول وقريب منه وقريب منه ما أفاده بعض السادة الأجلاء حين مذاكراتي معه أيضاً في النجف الأشرف في بيته بعد تلك المذاكرة بعد تلك المذاكرة مع السيستاني ويستمر في كلامه والمراد السيد السعيد الشهيد المفكر الإسلامي الكبير السيد باقر الصدر رحمه الله تعالى حشره الله مع أجداده إلى آخر كلامه هذا كلامه آصف محسني يقول ذاكرت السيستاني ووصلت معه إلى هذه النتيجة إلى أن منهجه لا يخطر في بال أحد في تضعيف الأحاديث وبعد ذلك يقول ذاكرت محمد باقر الصدر فرأيه قريب من هذا الذي عليه السيستاني هؤلاء هم الذين أنا أتحدث عنهم إذا كان آصف محسني الذي دمر أحاديث أهل البيت بنسبة 95% يستكثر على السيستاني ويستكثر على نحمد باقر الصدر آراءهم فهؤلاء ماذا فعلوا بحديث أهل البيت ماذا تقولون أنتم وماذا تقول أنت يا ساحب الرسالة نذهب إلى أفاصل